أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأماغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أسعدها من لحظات أن نلتقي معاً ومع برنامجكم مصابيح مضيئة من حياة علمائنا لقد تابعتم معي إن شاء الله تعالى الحديث السابق في الحلقة الماضية ونحن نستضيء بمصابيح الصحابي أبي شداد الدمائي الذي قلنا إن بلده السيب التي كانت تسمى دمى ومن باب أولى إذا كان الإخوة في ولاية السيب يتابعونني سينبسطون من هذا الحديث ولهم الحق في هذا البلد التاريخي العريق لقد أشرت في الحلقة الماضية أو في نهايتها أن الإمام السالمي رحمه الله قال وقفت على مجلد في الأحكام من كتاب الأشياخ الذي يعني انعدم هذا الكتاب فكأن الإمام وجد نسخة أو مجلدا من هذا الكتاب القيم ففيه مسائل كثيرة مما يعطينا يعني إشارة إلى أن هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها هؤلاء المجموعة من أساطين العلم وأيضا أود أن أضيف إلى ما تقدم أن بالقرب من حصن هذا البلد من جهة الشرق مسجد جامع فيما سمعت عنه وقرأت عنه أيضا وقد اندرس مكانه واختفى موضعه فلم يعرف وفي العهد الزاهر الميمون صدر الأمر السامي لحضرة صاحب القلالة قابوس المعظم ببناء جامع يسمى جامع السلطان قابوس بالسيب وهو من الجوامع الكبرى التي بنيت على نفقة جلالته حفظه الله ويقع في مكان مهم جدا استراتيجي تأمه أفواج من المصلين على مدار الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بل يكاد لا يتسع وهو تحفة نعمارية جمع بين الفن المعماري القديم والجديد وحول هذا الحصد دارت تلك المعركة الرهيبة التي ذكرت في كتب التاريخ بين أهل عمان بقيادة البطل الهمام لهيث ابن حمحان الهنائي وبين جند الطاغية محمد بن بور ثم إن من معالم دمى في القديم والتي اضمحلت ولم يبقى لها وجود الفلق المسمى الشمردي الذي ينحدر من وادي الخوض ويسقي أراضي كثيرة منها لخريس وغيرها منطقة معروفة وهو فلق كبير سمعت أنه اكتشف على ساقية كانت كبيرة وكانت تمر بالوادي آثار طاحونات أيضا كثيرة التي تدار بالماء لكن للأسف لم يحسن استخراجها صحيحة فتلفت بفعل المعدات الثقيلة المعاصرة وهناك فلق آخر قد اندرس أيضا كان يمر في وادي العرش وهذا معروف هذا الوادي ثم إلى محلة الحرث وهذه المنطقة معروفة ويسقي أراضي محلة القلعة وغرب محلة الشريقة وقد شهد منه بعض الثقاب والسواقي هكذا قرأت في بعض كتب التاريخ وأخبرني بعض من كتب في هذا الجانب بهذه البلد مما يدل أنها مدينة قديمة تاريخية وعلى جانب كثير من العمران والمتأمل في ذلك لربما يدرك أن سبب تغيير هذه المعالب التاريخية كالحصون والأنهار وما شابه ذلك من الجوانب الأثرية سببه السيول الجارفة القوية التي شاء الله عز وجل أن تقع في تلك الآوينة حسب ما تذكر كتب التاريخ وذلك إبان إمامة الإمام الصلت بن مالك الخروصي رحمه الله تعالى أيها الإخوة المشاهدون لنا وقفة قصيرة وسنعاود الحديث بعدها معكم بمشيئة الله تعالى أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد دافع إلى الله ساروا مخلصين أعذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى وأواصل الحديث معكم وعن الصحابي الجليل الدمائي وعن أيضا بلد السيب البلد التاريخي قلنا إن الأمطار التي نزلت أيام الإمام الصلت ابن مالك الخروصي أثرت على بعض معالمي ولاية السيب واجتاحت تلك السيول مدناً وقرى عديدة من بينها مدينة سمائل وبودود والخوض وهكذا شاء الله عز وجل وفي وصف السيب يقول المؤرخ ابن رزيق هي إلى هذه الغاية أي إلى زمن المؤلف وهو أول القرن الثالث عشر الهجري يقول آية في بهجتها وكثرة نخيلها وقد أكثر أصحابها فيها من غرس شجر الأنباء المانجو فهي بلد من البلدان التي هي على كل ساحل بحر عمان إلى قرى صحار ومياه آبارها عذبة وأهويتها لطيفة رطبة وربما وجد البعض الشفاء فيها بتقدير الله ولطفه ومنته على بعض أصحاب العلل بهوائها اللطيف حتى أن جملة من من ابتلي بداء الجدام ولبث فيها سنة أو أكثر أو أقل شفاه الله عز وجل من تلك العلة ومن ذلك السقم والله أعلم فما ضرح أهل هذه العلة يأتونها أفواجاً ويرحلون بالصحة منها فراداً وأزواجاً والله هو الشافي وهو الكافي وفي السيب هذه ينصب واد الخوف الذي يمده يعني الذي تمده أودية متعددة وتاتي إليه جملة أودية من سمائل وتوابعها وربما ظهر فيها رسوم بنيان قديم ثم ذكر ابن رزيق شيئاً من القضايا في بعض أسفاره وقعت له ولغيره في مكان هناك إلا أنه لا يتسع المقام لذكرها فعلينا أيها الإخوة أن ندرك أن هذه الولاية عاش بها علماء كثيرون بدءاً من أبي شداد الدماء رحمه الله تعالى ثم تتابعت هناك أساطين علم وفقه وقيادات إلى غير ذلك إنما الذي يهمنا أنه فالأنه في الغالب أن كثيراً من مدن عمان كان بها علماء وفقهاء وأدباء ومؤرخون إلى غير ذلك مما ينبغي أن نهتم به إلى جانب التقدم العمراني التي شهدته البلاد في الآوينة الأخيرة بحمد الله أيها الإخوة المشاهدون لنا وقفة قصيرة وسنعاود الحديثة بعدها معكم بمشيئة الله تعالى أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد دافع إلى الله سارع أيها الإخوة المشاهدون تحية طيبة وبعد فأواصل الحديث معكم ومع أبي شداد الدمائي ولقد ذكرنا فيما سبق حياته في هذه البلد في بلد السيب وهجرته أيضا إلى المدينة المنورة إنما الذي أود أن أشير إليه أن حديثنا عن العلماء وحديث موضوعي بمعنى أننا لا نتوسع في ذكر البلد الذي يعيش فيه العالم إنما عندما تسمعون مني أن أطيل في بعض المدن في ذلك دلالة على أهميتها التاريخية ولكونها بلدا قديما كنزوة مثلا كسيب كثير هناك الحمد لله من مدن عمان من المدن القديمة التاريخية سواء كان في مختلف المحافظات وجميع أن لو قرأنا التاريخ قراءة دقيقة لعلمنا علم اليقين أن في غالب مدن عمان بل في جميع قراءة وجد علماء كثيرون كثيرون منذ إشراق شمس الإسلام على دنيا الناس أي منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلقد ذكرنا فيما سبق مازن بن غضوبة الصحابية القليل وعددا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العمانيين أي هم من أصل عمانيين منهم من هاجر إلى المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من سار إلى المدينة أيام الخلفاء الراشدين وإلى جانب ذلك تتابع هؤلاء الأساطين جيلا بعد جيل إلى الهجرة من أجل العلم إلى البصرة كجابر بن زيد الخليل بن أحمد وغيرهما وإلى المدينة المنورة ولقد ذكرنا أيضا أن هؤلاء العلماء اهتموا بمختلف العلوم أي لم يقتصر علمهم على الجانب الفقهي فحسب إنما على الجانب الفقهي مع كثير منهم إنما هناك فيهم الأدبة الفصحة فيهم المؤرخون فيهم من يجمع جميع العلوم منهم من مثلا تجده عالما في أصول الدين وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي معالم الدين وفي اللغة العربية كالخليل بن أحمد وفي التصاريف الفعلية كالخليل بن أحمد وفي التاريخ كالمبرد وكثيرا لو تأملنا في أولئك الأساطين والأهم من ذلك أيها الإخوة الأهم أن نحاول جاهدين بقدر الاستطاعة أن يهتم كل واحدا منا لإضاح تلك المعالم وإضاحها هو الكتابة عنها والتحدث عنها في المحاضرات وفي الندوات وأيضا في الصحف وفي المجالات لا أن نتقاعس عن متابعة هذه الأحداث التاريخية لأن هذه الأحداث التاريخية هي حضارتنا حضارة إسلامية عريقة عاشتها عمان الطيبة المباركة وعاشها أولئك الرجال الذين عرفوا أهمية حياتهم على هذا الكوكب الأرضي بهذا أيها الإخوة نستطيع أن نحقق الهدف المنشود من خلال قراءتنا وحديثنا وتتبعنا لمعالم ذلكم التاريخ لأولئك الأساطين العلمية الذين سهروا ليلهم وقضوا سحابة نهارهم من أجل أي شيء من أجل إثراء الموقف العماني التاريخي والذي الآن نحن نشرف بقراءته وبالبحث عنه وأيضا تصحيح الأخطاء هناك أخطاء لا أقول أن في التاريخ ليس بأخطاء هناك أخطاء فنحن من واجبنا أن نصحح بقدر ما نستطيع وإن لم نستطع فلنسأل المختصين من رجال التاريخ من رجال الفقه من رجال الأدب نسألهم ونبحث وهذا ليس من العيب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا في الجانب الفقهي ويمشي على ذلك كل الجوانب العلمية فمفتاح العلم كما قيل السؤال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بالفعل لا يستويان فلا يعني إننا أقرأ ولا أفهم أقرأ ويجب علي أن أركز على ماذا أقرأ وأيضا أدون وأفهم إيش المعنى وهل هذا صحيح أو غير صحيح بهذا يستطيع الباحث أن يجد في هذا الطريق الموصل إلى هذا الجانب الحياتي الذي عاشه علماؤنا وفقهاؤنا وأئمتنا وقاداتنا رحمة الله عليهم أيها الإخوة أرى أقارب الساعة تشير إلى انتهاء وقت البرنامج فإلى اللقاء بكم في الحلقة الآتية بمشيئة الله سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر